بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في التنجيم ولم يقل من الشرك لأن فيه تفصيلا علم تأثير وعلم تسيير وقد تقدم هذا الدليل الأول إلى الثالث قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرقص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق كل من حرم تعلم منازل النجوم من السلف يحمل قوله على علم التأثير وكل من أجاز تعلم منازل النجوم من السلف يحمل قوله على علم التسيير الدليل الرابع وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه لا يدخلون الجنة هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعارضتها للنصوص الأخرى الوعد وهذا أبلغ في الزجر مدمن الخمر الذي يشرب الخمر كثيرا والخمر هو كل ما يغطي العقل على جهة اللذة والطرب وقاطع الرحم الرحم هي القرابة وصلة الأرحام التي لم تحدد في الشرع مرجعها إلى العرف ما لم يخال في الشرع ومصدق بالسحر هذا هو الشاهد وفيه أن علم التنجيم نوع من السحر مبحث في الكبائر تعريف الكبيرة عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بأنها كل ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل اللعن أو الغضب أو الطرد أو البراءة من فاعله أو أنه من الكافرين أو المشركين أو ليس من المؤمنين أو شبها بأقبح الحيوانات حكم فاعلها مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هل الكبائر معدودة أم محدودة؟ محدودة بالتعريف السابق لا معدودة هل الكبائر أكبر أم الشرك الأصغر؟ المعاصي تبدأ بالصغائر ثم الكبائر ثم الشرك الأصغر ثم الأكبر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا والحلف بالله كاذبا كبيرا والحلف بغيره ولو صادقا شرك أصغر هل الكبائر تكفر بالعمل الصالح أو لا بد لها من توبة؟ لا بد لها من توبة لقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إن لم تتب قبل موتها الحديث وإذا اجتنبت الكبائر الحديث هل تصح التوبة من بعضها دون البعض الآخر؟ نعم تصح التوبة من البعض دون البعض الآخر مع ضرورة الإقلاع عن كل المعاصي هل يحب فاعل الكبيرة أم يبغض؟ يحب بقدر ما معه من الإيمان ويبغض بقدر ما معه من المعصية ولا يجالس حال ارتكابه للكبيرة هل الكبائر تتفاوت؟ نعم تتفاوت لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ كيف نسمي مرتكب الكبيرة؟ هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو مؤمن ناقص الإيمان ولا نقول كالمرجئة مؤمن كامل الإيمان ولا كالخوارج كافر المسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم زينة للسماء رجوما للشياطين وعلامات الثانية الرد على من زعم غير ذلك علم التأثير الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل التقسيم والتقعيد للقول المفيد